مدينة الألف عامد جراسة قديماً وجرش الآن بنيت عام 7500 قبل الميلاد على ضفاف نهر الذهب من المدن الرومانية التي حافظت على رمزية الرومان خارج روما إنها مدينة الجرش وحالياً نحن نزل باستراحة بمنطقة جرش أو منطقة بين جرش وعجنون هناك عناب ورمان وفواكه وفضروات من مزارع عجنون والذي يحب يأخذ تقريباً عشر دقائق أو ربع ساعة والذي يحب يأخذ ويأخذ من شوقه ويطم جواً ونذهب إلى الرحلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوني r주Ha يوني очень شعر التذاكر هنا على اليمن جيب لي أحد غير ذات التذاكر البلاح وهنا عدنا مكتب استفارة من داخل الشقن الحرفي وديت لي هي جرل وهنا أول مسهود وهذه بها عشرين وهاي وصلنا الاثار جرش وهي بوابة مدينة جرش الاثرية هذه هي كنيسة ماريين يوز بالفكرة جرش يسموها مدينة جراسة بالانجليزي جراسة أو قديمة يسموها جراسة طبعا انتظرت الكاميرا تشحن يالله طلعت خليتها على الشحن بالاستراحة فالقروب قبالي صار واني وراهم لازم ألاحق بهم كارديو بسيط وسريع موسيقى 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 هذه هي ساحة الأعمدة وهو دائر مدائر كل الساحة موجودة وطبعا بالنص هذا اللي هو بالنص هو العامود الرئيسي يسمونه أوفال هاي هنا الناس بذاك الزمن يصير عندهم مثلا اجتماع مكان التجمع اللي هي هاي الساحة بعدين من يخلصون هذا التجمع اما يروحون على المدرج الشمالي او على الخروج او على المدرج الجنوبي اللي هو هناك هاي الا شوية وتوقع موسيقى هذا هو الشارع الأعمدة هاي احنا موسيقى 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 جوهة شخص كبير هاي توقع هناك أفوق جوهة الحجر هذا هاي مدينة الأساطير بس بجرش جراسة مدينة جغش مدينة جغش وهذا ما نمشي به هو جسمه نسية شارع الأعمدة هذا الشارع هنا نمشي ونفتشي جو ولا فرق فهي لا يمكن أن يكون في الكاميرا مدينة جغش لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون نمشي سينه مدينة جغش مدينة جغش مدينة جغش مدينة جغش مدينة جغش مدينة جغش هذه هي عبارة عن صلادير مياه تخرج من الحرب اللي هي من خلال الحريات في تقنية الحريات كان ينزل الماء من خلال في الحرية مثلا تكون الماء في الجرة هاي الماء موسيقى من مدينة جرش يوسف وناصر يحييكم في بلوك جرش لا تروحهم بعيد أكبر على السفراند أحلى ها؟ هل تقنية الحال؟ لا تقنية الحال؟ لا تقنية الحال لا تقنية الحال راح وقع على الصحان مدينة جرش تحييكم ها ننتهي بلوغنا اليوم ولا تروحوا بعيد تابعوا على قناة وناصر بلوغات بعد جاية أحلى موسيقى 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 طبعاً هسا طلعنا من مدينة جرش الأثرية وما خلصناها يعني هي خلصتنا منها تقريباً 25% وهسا نقولكم راح نروح على الأكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة